موسيقى كما كشفه موقع سبوتينغ الروسي ينافي التصريحات الحكومية ويؤكد أن حزب العمال لم ينسحب من سنجار بحسب اعتراف مساعد ما يطلق عليه بلواء قوات جبل سنجار في قاطع زمار لقمانجلي إبراهيم الذي قال أن تحالفا بين قوات من الفرقتين الحادية والسبعين والخامسة عشرة من الجيش الحكومي وقوات تدعى بحماية يزيد خان أو ما تعرف باليبشة وهي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني مسكتها الحدود العراقية السورية من منطقة سنوني وانتشرت في سنجار وتابع إبراهيم وصف ما يجري بأنه لعبة سياسية مبينا أن العمال الكردستاني لم ينسحب من سنجار بل أنه تم تغيير الإسم من البككا إلى قوة حماية يزيد خان وأن الأنباء المتداولة حول مغادرة القضاء ليست إلا تسويقا إعلاميا تفاديا لضربة تركية وعن عدد المقاتلين والمقاتلات اليزيدين الذين كانوا ضمن حزب العمال الكردستاني وحاليا مندمجين ضمن قوات يزيد خان أفاد إبراهيم بأن عددهم يبلغ خمسمائة عنصر وأن رواتبهم الشهرية يتقاضوها من وزارة الداخلية في بغداد مؤكدا كلامه بقوائم في حوزته بحسب الموقع الروسي ومع تأكيد لقمان قال إبراهيم يكشف قائم مقام قضاء سنجار محمد خليل أن عناصر حزب العمال الكردستاني لم ينسحبوا من القضاء خلافا لما أعلن ترجمة نانسي قنقر